مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس السادس عنوان الدرس سجل صور باسم قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بيجو الفيسبوك والإستاطة أحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت 1 لسن 6 اليونت الأول الدرس السادس باسم سكراب بوك سجل الصور الخاص بباسم يقول لي read the conversation اقرأ المحادثة ودس عادل سي ما الذي يقوله عادل شوفوا هنا شمسوي لي مسوي لي محادثة بين عادل وباسم بس الجمل اللي قاله لهم عادل حاذفهم يقول لك يا جملة من الجمل اللي قاله لهم عادل اتناسب هذا الجواب اللي جاوبه بي باسم يعني بين قوسيا وصل الجمل أو الأسئلة اللي سألهم عادل بالأجوب اللي جاوبه هي باسم بالبداية ما الذي يقوله عادل put each phrase ضع كل عبارة من العبارات أو كل سؤال من الأسئلة اللي سألهم عادل من A إلى G من حرف A إلى حرف G and its place one to seven إلى المكان أو في المكان المناسب إلها من واحد إلى سبعة احنا اختصارا للوقت على موضوع الدرس ما يطول وضحنا سابقا أن الجمل اللي قاله هنا عادل اللي أسئلة اللي سأله هنا عادل وبعدين باسم جاوبه الآن رح يصير محادثة بداخل الصف بهاي المحادثة رح نتعرف على السجل الصور الخاص بباسم أو الأسئلة أو الأجوبة اللي دارت بين باسم وعادل والأستاذ رح يسوي محادثة بداخل الصف واحد يأخذ شخصية عادل واحد يأخذ شخصية باسم ويقرون المحادثة كنشاط محادثة صفي نبدأ بالنقطة الأولى عادل يسأل الروح وين على حرف D شي يقول يقول هلو باسم أو يجي يلقي التحية يقول لها مرحبا يا باسم باسم شيرد علي يقول لها اوهاي عادل مرحبا يا عادل يسأل لها باسم يقول لها هل تريد أن تأتي إلى المكان؟ مجمع؟ يجاوبة يقول لها نو ثانكس كلا شكرا يرد علي يقول لها مالذي تفعله؟ يجاوبة يقول لها أنا أضع بعض الصور الفوتوغرافية في سجل الصور فيرد علي عادل بالحرف E يقول لها صور ماذا؟ يجاوبة المواقع الأثرية أو التاريخية في العراق يسأل لها يقول لها Where do you get the photographs؟ من أين حصلت على هذه الصور الفوتوغرافية؟ يقول لها I visited different cities قمت بزيارة مختلف المدن and take pictures of ruins وأخذت صورا للآثار يرد علي Do you have money؟ هل لديك الكثير؟ يقول لها I have lots of them لدي العديد منها يرد علي يقول لها But why ruins؟ لكن لماذا اخترت الآثار؟ يقول لها I like them هذا مجرد محادثة بداخل الصف الأستاذ يختار طلاب اثنين شخص ياخذ دور عاجل وشخص ياخذ دور باسم ويسوون محادثة بداخل الصف عن هذا النشاط الصفي وراها يقول ل Listen to the short line استمع إلى هذه القصيدة الغنائية القصيرة It's called tongue twister أنها تدعى هذه القصيدة تدعى tongue twister tongue twister هي القصيدة الصعبة النطق أو الجملة الصعبة النطق يقول لها تحاول تقول هذه القصيدة بدون ما تغلط شون تقول she sells seashells on the sea shore the shells she sells are seashells I am sure هذه القصيدة شوية صعبة فالأستاذ يختار طالب أو طالبيا يرفعون يدهم يقولهم فينكم تقولون هذه القصيدة أو هذه البيتين أو الجملتين بدون ما تغلط غلط بالنطق هذا هم كذلك مجرد النشاط الصفي غير مهم بين امتحان التحريري أو امتحان الشفوي الآن ننتقل لكتاب النشاط قبل ما ننتقل تأكدوا أنه أو تذكروا أنه باسم كان يوضع الصور الفوتوغرافية في سجل الصور هو يحب المناطق التاريخية والأثرية في العراق حاول يأخذ صور للأثار إلى آخره وحاولوا تحفظون ذني كلمات ذني كمعاني راح يتفيدكم بالدروس القادمة الفوتوغراف معناها صور فوتوغرافية سكراب بوكس جل الصور هستوريكل تاريخي سايتس مواقع سيتيز مدن روينز آثار سيشيلز أصداف البحر وسيشور ساحل البحر لحد الآن كل اللي موجود بكتاب الطالب حاليا نشاط صفي غير مهم بين امتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد كتحضير يومي الآن ننتقل لكتاب النشاط انظر إلى هذا الكتاب الطالب مرة أخرى للمحادثة اللي ستونا قرناهم وانصر the questions وحاول أن نجاوب على هاي الأسئلة طلاب ركزوا يا ايا يقول لي أين يريد عادل أن يذهب ذكرنا بالمقطع النصي أو بالمحادثة اللي دارت بين عادل وباسم أن عادل يريد الذهاب إلى المجمع اش قل له أول ما سافه قل له هاي باسم هل تريد أن تذهب إلى المجمع إذن هو اللي رادي يذهب إلى المجمع what does basim want to do زين basim شي يريد يسوي قلنا باسم يريد يخلي الصور بسجل الصور الخاص به أقول basim want to put some photographs in his scrapbook باسم يريد وضع بعض الصور الفوتوغرافية في سجل الصور الخاص به where does he take the photos من أين التقط هذه الصور وين أخذ هاي الصور قلنا التقطن بالhistorical sites بالمواقع الأثرية in different cities في مختلف المدن what does he take photos of لأي الأشياء التقط هاي الصور هو أكثر شي التقط صور المن التقط صور للآثار اللي سميناها الرونز فأقول he takes photos for the runes التقط صور للرونز أو نسميهن آثار زين هنا نركز ويايا هذا التمرين أستاذ مهم هذا التمرين مهم كتحضير يومي أما أستاذ مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشحوي لا غير مهم هذا مجرد كتحضير يومي الأستاذ يسأل هاي الأسلب داخل الصف بعد ما وضح المحادثة اللي دارت بين باسم وعادل واختار الطلاب يقومون يسوون المحادثة طالب يأخذ دور عادل والطالب الآخر يأخذ دور باسم الآن ننتقل لتمرين رقم اثنيا يقول لي look at the picture انظر إلى هذه الصورة وكمل المحادثة تقريبا نفس الفكرة قبل شوية عادل اجي سلم على باسم ايش قل له قل له do you want to go to the mall هل تريد أن تذهب إلى المجمع ناني يقول لك حاول تتنبأ شين اللي قالتها هنا أو المحادثة اللي اصدارت بين هنا ورافل شو تقول تقول لها do you want to هل تريدين أن كيفك انت تريد تخلي الجملة ذات ناس بك كمثال أقول لها do you want to go swimming هل تريدين الذهاب إلى السباحة فش تجاوبها تقولها no كلا شين تكملتها قالت لها no إذا تذكرون قبل شوية قال لها no thanks كلا شكرا لك إذن أقول لها no thanks كلا شكرا ترد عليها what for her ما الذي فراغ نفس الشيء نفس المحادثة اللي دارت بين عادل وباسم قال لها what are you doing ما الذي تفعله اتش دسو حاليا what are you doing شكرا لها I am فراغ أنا فراغ نلاحظ من خلال الصورة اش دسة وهي ترسم فأقول له I am painting أنا أرسم a picture أنا أرسم صورة بعد ترد عليها هنا do you draw other animals هل ترسمين حيوانات أخرى قالت لها no only tigers كلا أرسم فقط النمور قالت لها why for her tigers لماذا for her النمور شنو الكلمة المناسبة أو العبارة المناسبة فرا تقولها مثلا why do you draw لماذا فقط ترسمين tigers النمور اتجاوبها تقولها because tigers are لأن النمور فراغ اتب كيفك تقولها beautiful fantastic إلى آخره النمور جميلة النمور رائعة مذهلة إلى آخره هذا مجرد كذلك نشاط صفي يقول لك أكمل الفراغات بالعبارات المناسبة إلها مثل ما المحادثة اللي دارت بين عادل أباسم اللي أخذناها بداية الدرس ننتقل إلى تمرير رقم 3 think about your family and friends فكر في عائلتك وأصدقائك do you know what hobbies are they have هل تعرف ما الهوايات التي يملكوها make a list اصنع قائمة نانا يطلب منك انك تذكر اسم واحد من عائلتك واحد من أصدقائك name معناها اسمه مثلا انا اذكر اسم علي صديقي شبي علي شنره هوايات اللي حبها علي كمثال swimming السباحة fishing الصيد صيد السمك إلى آخره بعد يقول لك واحد من عائلتك أو أصدقائك شخص آخر اكتب اسمه وهواياته كمثال اكتب منا شنو تحب منا كمثال painting تحب الرسم بعد تذكر شخص آخر وليكن اسمه أحمد شنو هوايات أحمد كمثال shopping التسوق يحب يتسوق وهكذا مجرد يقول لك اذكر أسماء أشخاص من عائلتك أو أشخاص من أصدقائك والهوايات اللي يحبها كل شخص من هؤلاء الأشخاص كذلك هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي ننتقل للتمرين الرابع والأخير يقول لي what do you want to find out about their hobbies ما الذي تحاول أن تكتشف عن هواياتهم think of some questions then ask فكر ببعض الأسئلة اللي راح تسأل لهم إياه و write down the answers واكتب إجاباتهم يعني مثلا هنا أنا تسأل أخوك أو صديقك أو الشخص اللي ذكرته قبل شوية مثلا علي شو تقول له تقول له what do you like doing ما الذي تحب فعله in your spare time في وقت فراغك يعني هوايتك في وقت فراغك شلو ما تكون فش راح إجابك هو كمثال يقول لك I like fishing أنا أحب الصيد عبر عن الهواية اللي أحبها سألت شخص آخر ماذا قلت له قلت له what is your hobby شنو هوايتك كم مثال راح يقول لك I like playing تنس أنا أحب رياضة التنس وهكذا عبارة عن سؤال وجواب كل واحد أو تروح تسأل أشخاص أصدقائك يقولهم شنو هوايتكم شنو الأشياء اللي تحبون نسووها تكتب سؤالك وتكتب الجواب اللي راح يجاوبون عليها هذا السؤال هذا كذلك مجرد نشاصة صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو المتحان الشفاوي إذن درسنا اليوم درس بخصص جدا وما بي شغلات مهمة من كنت تجين بالامتحان التحريري أو المتحان الشفاوي مجرد أسألة مجرد محادثة بداية الدرس الأستاذ راح يختار طلاب اثنين واحد ياخذ شخصية باسم واحد ياخذ شخصية عادل يسوي المحادثة بداخل الصف نتعرف على الأشياء اللي حبها باسم وعادل نجهب على الأسل المتعلقة بيها ابتمرين رقم واحد وباقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو المتحان الشفاوي ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو السفسارة أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا إلى الحصابات الموجودة منكم على الشاشة